بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا حلقات يوم الحد هي حلقات في الحقيقة بنعيش فيها جوة بيوتنا بنعيش فيها عشان نحاول نحصن البيوت من كل اخطار ان ممكن شبح وخطر الطلاق يقرب منها احنا راحين للحاجات اللي اهم حاجات شفناها بتتسبب في ارتفاع نسب الطلاق وخاصة في السنوات الاولى من الجواز هقلكم حاجة في حاجات صغيرة كده ممكن ما نهتمش بيها عامل زي بالضبط الحصاء اللي بتكسر المحرات حاجات كده احنا ما نهتمش بيها لكن مع الوقت ولما تستمر يحصل التراكمات ويحصل ايه يحصل الوجع ولما يحصل الوجع يحصل الفراء والجفوة والبعد فيحصل الانفصال من اهم الحاجات الصغيرة ان احنا ما بنركز فيها لكن بتعمل وجع كبير قوي غياب لغة التفاهم بين الزوجين ده منبئ مهم جدا 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 من منبئات الطلاق يعني لما اشوف كده اسرة او اشوف زوجين بينهم لغة التفاهم مفقودة اعرف ان احنا رحين زي ما يقولوا عندنا كده نازلين حادر ناحية الطلاق فيه اسباب كتيرة بتأدي لتراجع التوافق من بين الزوجين فيه نظرية كده انا بحب احب اكلمها من الزوجين عليها حاجة اسمها الحساسية الزوجية ايه الحساسية الزوجية دي؟ ان كل واحد بيقف للتاني على الكلمة على الوحدة طب ايه السبب ده؟ السبب ان الناس ما تأهلوش للجواز وكل كلمة بيقولها شريك الحياة ليه همية تفسير التفسير ده جايبينه منين؟ جايبينه من حاجات كتيرة جايبينه من الكلام اللي حصل في الشارع الكلام اللي حصل لو احنا قاعدين بنتكلم فيه الشغل الكلام اللي بتقال على السوشيال ميديا كل ده كمان الصورة النمطية عن المرأة والرجل ان الست رغاية مش شريكة عايزة تشاركني حوار عشان نبقى احسن لا الست رغاية والراجل شوف حديثك لو قلنا احنا مشينا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي يسمع والسيدة عايشة بتحكي يمكن في قد تاني ده أطول حديث عن حداشر الرجل وعن حداشر المرأة بتحكي عن زوجته حديث المزارع حضرة النبي مقالش على السيدة عايشة ان هي رغاية لكن الرجالة عندهم صورة نمطية ان الست رغاية مفيش حواء يعني هي مش عايزة تحورني عشان احنا نبقى احسن والراجل كمان الراجل الست عندها صورة نمطية الراجل مش حاطة البيت في دماغه الراجل مع نفسه الراجل لسه حاس ان هو عازب لعنده مسؤولية ولا عايز يتحمل مسؤولية يبقى ده السبب التاني السبب التاني هو الصورة النمطية للراجل والست السبب التاني هي عدم اعتبار الطرف الآخر يعني اما عنده صورة غير ايجابية عن الطرف الآخر خاصة رجالة مع الستات عندهم صورة عنهم ان هي شاوره وخليفه يعني انا هارا بيض طب ليه كده وان الست اقل خبرة وان الراجل دايما عند كتب من الستات رجل ارعن مش راكز كده الحاجة الرابعة اللي بتخلينا نقع في عدم التفاهم التمحور حول الزات يعني ايه مش الكلام مش صعب ولا حاجة ان الشخص بيدور حول نفسه هو اللي فاهم كل حاجة هي اللي عندها خبرات هي اللي هي اكتر معرفة بأمور البيته وهو ما يعرفش حاجة ولا يعرف حاجة في التربية فهي اللي عرفة كل حاجة ان كل واحد بيتمحور حول ذاته كمان عدم التأهل اللي فاهم الاختلاف اصلا احنا في بيئات البيئة اللي عندنا دي انا شايف ان فيها مشكلة يعني لما نجي نتكلم عن الحوار الوطني احنا كمان عايزين نتكلم عن الحوار الاسري الحوار الاسري ليه احنا ما عندناش مهارات الحوار فمش قادرين ندير الخلاف وكمان كل واحد رقم ستة بقى في الاسباب السعي لتنفيذ الارادة الشخصية دون اعتبار الطرف الاخر الاسباب دي كلها ديفي لهم حاجتين مهمتين دول اللي بيمشي عليهم ايه اللي بيخلي فيه حساسية زواجية بهذه الطريقة ان فيه سقف توقعات عالي وفيه احتياجات كتيرة ما بين الزوجين الزوجة محتاجة امان الزوج محتاج طبطبة فإيه اللي حاصل عندهم احتياجات غير ملباه بجانب انهم عندهم توقعات انهم خلصوا من ضغوط الاسرتين عليهم ويدخلوا البيت فيحسوا بانسام الجنة ويحس كل واحد ان هو يقدر يعمل اللي هو عايزه لكن هو فيه خلل اساسي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة لازم يبقى عندنا اذا اردنا نحل القصة دي ان يرجع لغة التفاهم بيننا مرة تانية فإحنا عندنا حاجتين لازم نراجع ازاي بنفهم بعض ودهات بيكلمنا عن ميكانيزم التفاهم ما بين الزوجين ورازم كمان نتكلم عن حاجة تانية مهمة جدا 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 ازاي بنعبر لبعض عن حبنا لان اكتشفت ان كل ما زاد التعبير عن الحب كل ما زاد الفهم حاجة غريبة جدا ايه بقى الميكانيزم بتاع الفهم الميكانيزم بتاع الفهم عندنا فيه ثلاث حاجات بس خلينا نقول برضو ان عدم التفاهم برضو جاي لان الزوجين جايين من ثقافتين مختلفتين زوجة شرايح القاضي رضي الله عنه بتقول له انا امرأة غريبة فقل لي ماذا تحب وماذا تكره انا امرأة غريبة يعني جاي من ثقافة تانية من بيئة تانية فانا بيئتي غير بيئتك وثقافتي غير ثقافتك فلازم نعرف ان من اسباب عدم التفاهم اختلاف الثقافة وكمان اختلاف البيئات فلازم نفهم ده بشكل صحيح كمان الظروف الخاصة ببعض الناس يعني واحد عنده مرض وهو يعني عنده حساسات جاه المرض او حساسات مفروضة تدجاه المرض فتلاقيه حساس طول الوقت وعنده عدم فهم انت اصدق بتشيري الى ايه اللي انا غير كفء للجواز ان انا مش قادر اقوم بمسئولياتي باللي انا عندي ده انت اصدق ان انا مش جميلة عشان تقدر تكتفي بيا الظرف المعين والسمات المعينة للزوج بتخليه اكتر حساسية بتخليه بيفهم الكلام بطريقة تانية خالص يبقى الاسباب دي كلها بتقدي لعدم الفهم طب ايه بقى اللي احنا عايزين نعمله عايزين نرجع الى ان احنا نفهم بشكل صحيح يعني عندنا في ميكانيزم الفهم ثلاث حاجات مسلس كده ازاي نفهم بعض اول حاجة الفهم تاني حاجة تفهم تالت حاجة تفهم ليه لان احنا عندنا حاجة بتحصل اوي 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 ايه اللي بيخلي الناس يباني ان الناس مش فهمة بعضها ان كل واحد بيفهم التاني زي ما هو عايز يفهمه مش زي ما هو اتكلم ولذلك في بعض الاحيين فيه نوع من انواع الزن هو الزن لان انت ما فيمتنيش وده بيحصل عند الستات هو الزن الذي يريد ان يفهمك انت ما فيمتنيش فاتكرر الست الكلام مرة واثنين وثلاثة عشان هي ما تفهمتش وفيه نوع تاني من الزن زن اسمه الزن العقابي بتزن عليها عشان تعاقبه لان هو دايقها فبتعاقبه بالزن ده او هو بعاقبها بانه يزن عليها انت النهاردة عمل ساعدت الاولاد روحت مع الاولاد المدرسة ولا لا انت النهاردة اكدت على ان احنا الاسط بتاع المدرسة ولا لا انت النهاردة اكدت على والدتك ان احنا مش نقدر روح لها الاسبوع دوت ولا لا بعد ساعتين اتصلت بيها ولا لا ما أنا كانت بعمل الأكل اتصلت بيها ولا لا هي تقوله اتصلت بالرجل اللي عيجيب لنا الحاجة الفلانية ده اسمه الزن العقابي ده بيخلي الشخص حاسس ان الكلام تقيل بيقدي آه الشعور أيوة الشعور اللي انتو حستوه دلوقتي صحيح ان هو ابتدنا نحس بقى ان الكلام نفسه بقى تقيل فالزن ده احد اهم موانع الفهم ليه انا مش عايز اسمعه انا عارف انت هتقول ايه ليه بقى ما خلاص الكلام بقى تقيل على قلبي عشان الزن ده فإن اللي حاصل ففي الفهم افهم شريك حياتك زي ما هو تكلم بزي ما انت عايز تفهمه يبقى اول حاجة اول ركن من اركان لغة التفاهم يبقى الفهم ان تفهم شريك حياته كما قال لا كما تريد ايه اللي بيخليني افهم شريك حياتي كما اريد ان انا عايز احصن نفسي لاحسن يضحك علي لاحسن يأكل بعقلي حلاوة فانا اقول ان هو وبيتكلم عنده اجندة فانا فاهم كلامه قبل ما يتكلمه فيبقى كلامه معايا تحصيل حاصر لا دي مش امانة على فكرة ولا دي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادي الامانة لما تمنك ايه اللي دخل الامانة دي الوقت يا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المجالس وبالامانات فالكلمة امانة فعشان ما تسمعش نفسك حاجة ما تقالتش فاسمعه هو بيقول ايه هو بيسألك دلوقتي طب احنا عنعمل ايه واحنا حصل لنا ازمة مالية في حياتنا عنعمل ايه اه ده بيمهد عشان هيعمل ليه بمصيبة هيعمل ليه مفاجأة هيعمل ليه مفاجأة ان احنا ما عندناش فلوس الشهر ده لا 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 افهميه زي ما هو بيقول قولي له طيب يعني ايه يعني حضرك قصد ايه لما انا ما فهمش يبقى نستفهم طيب انا فهمته زي ما هو تكلم الخطوة التانية التفهم التفهم يعني ايه افهم دوافعه من وراء الكلام ايه فلازم افهم دوافع الشخص ده ولذلك بنعمل ايه عشان يجعلهم يتفهموا لما بننجي ندربهم نروح مقومينه من مكانه نععده مكانها ونقومها ويععده مكانه ويبتدي يتكلم على انه هو الشخص التاني عشان يقدر يفهم دوافع الشخص التاني احنا اول نعمله تدريب المراية انه يتكلم كده وهو ايه اللي حاصل وهو شايف التاني فبيتكلم عنه فيبتدي يتكلم وهو فاهم الشخص الاخر حسس بايه هي تكلمت عشان هي خايفة ما يجيش يقول له هي خايفة من ايه يا سيدي هي خايفة هو زعلان لانه حاسس انه عدم التأدير انا ما قدرتوش هو انا قلت له حاجة ما المشكلة ان انت ما قلت لهش حاجة لما ما قلت لهش حاجة هو قلبه تواجع فانت كنت لازم تقول له حاجة يبقى اذا في التفهم لازم الانسان يكتب على قلبه كده حديث رسول الله صلى لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخي ما يحبه للنفس انت لو كنت في مكان واحد حب ايه ان هو يتفهم انت بتقول الكلام ده ليه واخر الخطوة بقى التفاهم اه انا فهمته زي ما هو قال وتفهمته بس احنا لسه مختلفين ما نقومش من الحوار الا ومساحة مشترك احنا مختلفين على ان الاولاد نربيهم ازاي لكن نقدر نتفق على المعايير اللي احنا نحطها ان اولادنا يتعلموا بمستوى يضمن لهم ان هما يتطوروا في المستقبل ان هما عن تحمل شوية بس ان اولادنا يتعلموا بشكل كويس ان احنا عن استثمر في اولادنا ولازم نعرف ان احنا عندنا مهلكات للحوار المهلكات للحوار اللي هي المهلكات النكادية اللي هي ايه اللي هي كسرت الانتقاد وكسرت اللوم وكسرت الايه الشكوى هو بيقول له انا مش قادر اتحاور معاه كل ما نقعد تنكد علي ايه يعني ايه تنكد عليه بتنتقدني بتلومني بتشكو مني هو برضو كل ما عود معاه بينتقدني مفيش حاجة عجباء هي كمان بتقول هو بيولومني بيولومني على كل حاجة وكأني انا اللي عملت كل حاجة انا اللي عملت سقب الازون وده مش حقيق حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا وقولوا للناس حسنة ولازم نفهم كده يبقى ايه اذا التلاتة دولة بيضيعوا دي ولابد ان احنا نتذكر ان نشيك حياتنا محتاج للاهتمام والرعاية وانت بتحاور حد لازم تعطيه الكلمات الحلوة الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنة وقولوا للناس حسنة واول للناس اللي ممكن نقول لها حسنة زوجتنا فدايما لازم يكون عندك كلام كده تبتدي بيه تفتح قلبه كل واحد فيه هنا لازم يلقب زوجته ولقب ده لما ييجي واحد يتكلم حد مهم عنده يقول له وفولان يا بيه يا باشا يا امر يا امير يقول له كلام كده طب ازاي انت بتكلم زوجتك وازاي بتكلم زوجك وهو ملوش لقب عندك زي مثلا اميري حبيبي سلطان كلام اللي فيه تدليل عشان يتفتح قلبه عشان الحوار لكن احنا مع بعض دخلين معركة اكيد الحوار مش هاستمر طب نعمل ايه بقى لازم نعرف ان احنا كمان نتعود للتعبير عن الحب انا اقول لكم شوية اجراءات تخلي الحوار جيد اول حاجة لازم نتعلمها عشان الحوار يبقى جيد ان احنا يبقى عندنا طول الوقت حوار مستمر بس بالله عليكم هناك محزورات في التفاهم هناك محزورات في لغة الحوار الماضوية مفيش كلام في الماضي نحن سنتكلم في حوارنا اليومي عن المستقبل والسعادة عن المستقبل والسعادة في شيء يومي بيساعد على الحوار بيساعد على ان احنا نتفاهم مع بعض ايه هي التعبير عن الحب ولازم اعرف شريك حياتي بيحب التعبير عن الحب ازاي في حد بيحب التعبير عن الحب بالكلمات كلمات الحلوة كلمات التحفيز وانا اقول لكم ابتداءا كده كتروا من كلمات التحفيز اي حد عايز يخلي شريك حياته يتفاهم معاه يقول له كلام حلو عارف ليه؟ لان العدائية الحوارية بتبدأ دي لما الواحد يحس انه مهان فيروح يدافع عن نفسه قولوا كلام حلو لبعض ابعثوا رسائل حب وامتنان لبعض طول اليوم لو عملتوا كده هتلاقوا لغة التفاهم هو ايه اللي حصل احنا بينا نفهم بعض ونحب بعض ليه؟ لان الواحد حاسس ان انت بتقدره بتحبه بتمتنئ ليه يبقى اول حاجة نتكلم كل يوم بشكل متزن اقل حاجة نص ساعة كل يوم عن المستقبل والسعادة بنتكلمش في الماضي تاني حاجة لو سمحتم امتنوا لبعض وعبروا عن حبكم بالكلمات الحلوة كل يوم الحاجة التالتة والمهمة عشان تقدروا يبقى بينكم لغة التفاهم ما تكملوش الحوار لما يشتعل طفوا الحوار فاكرين لما حضرت النبي امرنا ان احنا نتوضأ اذا حصل لنا الغضب وقال ان الماء بيطفئ النار لو سمحتوا اجلوا الحوار بس لما تجي اجلوا الحوار اجلوه لوقتي تاني واتفقوا على موعد وتعالوا في الموعد ده وما تبتدوش من اول الحوار ابتدوا في المكان اللي انتو ويفتوا فيه الحاجة اللي بعد كده لو سمحتم لازم نتدرب على فكرة التفاهم محتاج لمهارات تدريب التواصل محتاج لمهارات مهارات ازاي انا استطيع ان انا اسمع من امامي وانا عندي غضب وازاي ازاي انا استطيع ان انا اسمعه مش اعالي غضبي ازاي انا استطيع ان انا استعين بالورقة والقلم في بعض الاحيين مش عشان اخد النقاط اللي انا هرد بيها لكن عشان انا استطيع ان انا اكتب النقاط المهمة اللي قالها رابع حاجة لو سمحتوا ما عايزين الحوار بينكم يوصل للتفاهم اعملوا اعملوا هذه الخاصلة اعملوا هذا الخلق الحسن اللي هو خلق الايه التلخيص لما حد يجي يتكلم مع شريك حياته ايه اللي حاصل بعد ما يتكلم معاه يقول له اسمحلي ان انا لخص كلامك انت قلت كيت وكيت 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 هل الكلام ده صحيح يقول له صحيح هو بيحس ان انت حسس بيه ومقدره وفهمه يا سادة احنا محتاجين ان احنا نفهم بعض ومحتاجين نتدرب ومحتاجين نتعلم وعلى فكرة مش عيب ان احنا في اول الامر نختلف لكن العيب ان احنا نفضل نحافظ على الاختلاف ده ونخنق الائتلاف هنقدر نتفاهم بس لما نمشي على هذه الرشدة ونستمر عليها هنجد التفاهم دخل قلوبنا وهنجد ان اول باب من ابواب الراحة والامان ان انت تحس ان انت عايش مع حد بيفهمك يا رب رزقنا الفهم وجواننا على الدوام من اهل السعادة بعد الفاصل نلتقي بكم عشان نجيب على اسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم ونخصص لها وقت عشان نجيب عليها وكمان بنتلقى عليها تعليقاتكم واقتراحتكم ودايما بنكون فيها في ساحة من الحب والمودة اول سؤال عندنا من الاستاذة دعاء من الجيل دعاء اتفضلي استاذ دعاء اولو اولو اتفضلي يا فاند ايوة يا فاند انا بس كنت عايزة السؤال هو رسول عليه السلام كان بفاعد في الاعمال المنزلية لان انا جوزي اقولك انا اقولك انا السؤال ده واضح ان السؤال ده ده رسالة يعني الرسال ده اسمه السؤال موجه ايوة بس كده برضو تمام طيب ممكن اسأل سؤال تني برضو موجه اه طيب اتفضلي الزوج اللي كل شوية مثلا يحب الطرق طيب اوجه له اوجه له كلام حاضر شكرا لحضر عفوا يا فاند السؤال اللي أولاني على حضرة النبي كان يساعد في المنزل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة وان الرجل المتزن خفيف الرجل المتزن معين الرجل المتزن ده الناس تحب قعدته حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يسيب حد الا ويساعده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بأمر نفسه فلما يجي حد يشيله حاجة يقول انا اولى بيحملي طب وفي البيت طب البيت بتاعنا كلنا انا لازم اساعد لازم اساعد ليه مش بس عشان بتاعنا كلنا عشان البيت ده فيه احبابي اللي لازم اخففهم ولازم يحسوا بالروح اقول لكم حاجة ممكن اقول لكم بصيغة لطيفة كده بناء على سنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في مهنة اهله يعني هو مش بيعمل حاجة دي بس انا اللي عامل ده ومحدش تكلم لا ده العمل اللي بتعمله اهله يعني الغسيل المكوى التطبيق المسح حاجات دي فكان صلى الله عليه وسلم يرفق ثوبه ويخصف نعله فيعمل كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى كده ان الراجل ممكن يقول شرغسيل اه ييجي بقى الرجالة بقى كلام بقى اللطيف بقى ييجي الرجالة يقولوا يعني احنا هنشتغل برا وجوه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان ام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو هو سيد الامم ومع زيك حضرة النبي كان بيساعد فالمسألة دي أقول لكم بقى السر اللي أنا جايبينه من جلسات الإرشاد الزواجي الراجل إذا ساعد أهل بيته حتى في الحاجات البسيطة إنه لما يأكله هو يشيل للأطباق أو هو يعمل أي حاجة الناس بتحب قعدته الناس اللي في البيت بتحب قعدته ليه؟ بتحس إن هي إيه اللي يخلي الأم يعني عندها مشكلة إن البنت تيجي اللي لازم تخسل الموعين عارفين إيه هي؟ أنت تحس إن هي مش لوحدها فهو لما يشيلها يحسس إنها مش لوحدها ساعتها تحس بالأمان حاجة غريبة جدا سبحان الله ويزاك كان رسول الله Claus صلى الله عليه وسلم رحمة لعالمين وأول الناس الأولى برحمته أهل بيته فكان يعمل كده حاجة تانية صلى الله عليه وسلم خلاص احنا قلنا إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيساعد أهل بيته إيه تاني كنا؟ يبقى كان بيساعد أهل بيته وكمان كان لذي أحلف بالطلاق كتير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعظم الإسم أن يضيع رجل من يعور وحدة النبي لما تكلم على أن الطلاق هزل جد عايز يقولك أن الطلاق ده مفوش لعب مفوش عبس أن الطلاق ده يتعلق بالأعراض فما فيش الكلام ده فالشخص الذي يتلعب بالطلاق آسم اللي بيحلف بالطلاق على طول كل مرة بتحلف فيها بالطلاق بدون داعي أنت آسم وظالم فلازم تتقل الله سبحانه وتعالى ونتنتنا عنده معنا الأستاذة إقبال ألو ألو أستاذ إقبال تفضلي أيها الفاند مساء الخير يا ضبط مساء النور يا فاند أنا حضرتك في حاجة أنا عايزة أولا نداء من سيادتك لخال أنا أخوي متجول وسافر السعودية وأنا ما تجولتش وأعد في البيت يعني أنا حاليا أعد في البيت وأنا براعي أولاده وعنده ثلاث بنات أنا يعني إدهمني من هما صغيرين وأنا رأيتهم الحمد لله لحد لما اتخرجوا وتجوزوا وبقوا معندي أحباد بس هما دول أنا أصبحوا بالنسبة لي أولادي مامتهم اتوفت فأصبح لي وهي عندها أرصدة في البنوك أنا كنت بشغل في مصر مصر بمرتز كبير أنا أقدرت أجيب لهم كل الفلوس وأديها لهم كميراث طيب السؤال فيه السؤال ما نصيولي سيادتك هي ليها كان أخوها متوفي وأبوها متوفي أمها متوفية وهي لها ميراث في كل الحاجات دي فطالبنا خلهم لأن هو دخل في الميراث طبعا فطالبنا خلهم بأن هما يجيهم حقهم في الميراث هو رافض تماما وقال لك عندك المحاكم اجري رح دور عليهم على الفلوس في المحاكم طبعا أنا كلمت محامي فأوم قضية بس طبعا سيادتك أعلم بأن يعني طيب خلينا نقول إيه أول سؤال أهو أول سؤال تقول إيه للشخص اللي هو بيأكل أموال يتاني أنا عايزة لدعم من سيادتك لأن ده حد من حدود الله هو ما بيجدوش للبنات ولا طبعا ولا أخويا اللي هو جوزها خد حاجة خالص طيب فتح حاجة نهائي هو ده السؤال شكرا عليك يا جاوبة على حضرتك حالا دلوقتي أول حاجة يا سيدة أنت بتذكرين أن اللي بيأكل أموال الناس بالباطل فكأنما يأكل في بطنه نارا لازم نفهم حاجة مهمة جدا أن السعادة مش بكسرة الأموال ولا أن انت تتكوش على مال الناس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم آيد ومنبهنا أن حتى وإن كان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ساحكم لحد بمال فقال ربما يكون أحدكم ألحن بحجتي من أخيه فأقطع له حق أخيه فمن قطعت له حق أخيه فليأخذه أو ليدعه فقد قطعت له قطعة من النار ومن اغتصب مال أخيه ولو قيد شبر أدي شبر طوق به في النار إلى سبع أراضين إحنا مش حملة كده فاتق الله في اليتامة صحيح ممكن ما يكونوش ساعتها دلوقتي يتامة لكن من ساعتها لأنهم خلاص شبوا وخلاص مبلغوا اتق الله في أموال الناس لا تأكلوا أموال الناس بالباطل فولعزب الله تمحق البركة في الدنيا وتضيق عليك الحياة بما رحبت وفي الآخرة عذاب أليم فاتق الله سبحانه وتعالى وتوب إلى الله ورد المال إلى أهلي رد المال إلى أهلي لأن هذا هو نجاتك وهذا الذي به تستطيع أن تنجو من غضب الله سبحانه وتعالى فاصل ونعود لنكمل معكم أسئلاتكم المباركة جاءنا لحضراتكم ومعنا الأستاذة نجلاء أستاذة نجلاء أستاذة نجلاء من القاهرة معنا؟ طب تتصل بنا تاني لو سمحتوا أستاذة نجلاء معنا أستاذة نجلاء أستاذة نجلاء تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل والله سؤالي خاص بالكلام الجميل الحلو الله يبارك في عمرك اللي حظتك اتكلمت فيه اللي هو أن يبقى فيه حسن الكلام بيؤدي لحسن العلاقة وطيب العلاقة ما بين الزوج والزوج أنا الحقيقة في الوقت الحالي يعني الحمد لله ربنا كرمني بزوج ابن حلال ومهزب ومحترم وأولادي محترمين الحمد لله ولكن أنا حاليا بعد مشوار الحياة أصبح فيه معاناة بينه وبين زوجي بسبب الجديد لحظتك اتكلم كثيرا دي هو زوجي بيتميز بأن بياخد كل الأمور بحسن النواية مع الناس وبيتناول كل مواقف الناس بسطحية فده وقعوا في مشاكل كتير معاهم بسطحية أو بطيابة؟ بالضبط كده بطيبة لدرجة بيستغلوا طبته ودفعنا الثمن كتير أنا أولاد طب عندي سؤال هو سنه كم سنة؟ هو يعني بالوقتي ما شاء الله ستين سنة بس قبل كده كان كل المواقف في حياته ومشوار حياتنا كله بندفع الثمن غالي بحسن نتعامله مع الناس والطيبة لدرجة إن كان كنا بنسأذى أنا أولاد فأنا إنسانة يعني لي في مجال الإعلام والتربوي وخارج التربية وعلم نفسه وعلم اجتماع فعندي دراية شوية أكثر منه بنفسية الناس فكنت ما أجي أحذره من حد أو أولا هو فرق السن كم بينكم؟ مش كتير خمس سنين طيب ما كنت أجي أحذره من حد أنا شايفة برؤيتني إن داخد حذرك منه فكان بيرفض بتثبت الأيام بعد كده إن كان كلامي بيبقى صح طيب بس النتيجة اللي أنا وقعت فيها بقى السؤال بقى فين؟ السؤال السؤال إن نتيجة إن أنا كنت دايماً بحذره ما كانش بيسمع كلامي وكان بيقع في المحذور أصبحنا دلوقتي الوقتي الحالي أصبح تقلب السحر على الساحر زي ما بيقوله إن أنا أصبح كلامي معاه أنا له هو بحسن نية عن أي شيء في حياتنا وحياة ولادنا وأي شيء أصبح للأسف شديد يخذه بسؤنية وده عامل لي حالة نفسية سيئة جداً أقول لي حضرتك بقى أنا بعاني من السكر أنا بعاني من السكر ألف سلامي والقلب والضغط أنا مشكلتي مع زوجي دلوقتي يا صادلة الشيخ هي حاجة واحدة فقط إيه؟ إن كل كلامي معاه بحسن النية ويعلم الله ويشهد ربي على إن بيكون عندي حسن نية في كلامي معاه سواء عن أهله أو أهل أو الناس أو أي شيء بياخدوا بسوق نية يا صادلة الشيخ خلينا أقولي بتعمل إيه بقى؟ سهلا خالص سهلا خالص بص عددك إحنا عنا نعمل إيه عن نتبادل الأدوار أنت علمتي حاجة أنا أقول لي حضايك حاجة والناس الطيبين دول بيبقوا جذبين قوي للناس اللي بيقوموا بدور الأمهات وإنت وابح إن أنت قمت بدور الأم معاه كتير قلت له كخ كتير وقلت له ما يصحش كتير وقلت له ما عرفش إيه كتير فكيف لحظة لما حس إن الناس الإنسان لما بيوصل للسن اللي هو فيه دواته وقبله بعشر سنين لما يكون في سن الخمسين ويرأي الناس انفضت من حواليه ويلأي نفسه بقى وحيد بيبتدي يعيد تقييم حياته مرة تانية وسعاد بيبقى عنده طبعا أزمة منتصف العمر بتبتدي بدري عن كده شوي لكن سعاد بيبقى عنده شغف إن هو يستعيد حياته مرة تانية فهو بيقول لي نفسه إيه أنا الطيبة دي الدرس اللي انت علمت له الطيبة دي ما جابت ليش غير كل ضرر مع إن الطيبة دي جنبتكم مصارعات كتير أو صحيح فيه ناس على فكرة الناس اللي أزوكم كانوا ممكن يأزوكم أشد من كده عشرات المرات لو هو ما كانش طيب يا سادة الطيبين دولا أحلى ما فينا الناس اللي انتوا بتسموه على نيتهم ده معناه على نيته الصالحة فده طيب حاولوا بس إن انتوا تجنبوه بعض الأزى اللي ممكن يوصله ونقدر نمنعه ده بس ما تخلوش القلوب تسود ما تخلوش الناس سيئة الظن ودهو تجربة واضحة طب تعملي إيه عشان أنا ما كترش عليكي تعملي ثلاث حاجات أول حاجة ترجع تكلميه كلام حلو عنه تمدحيه تمدحيله الطيابة اللي هو كان فيها تمدحيله صفاء القلب تمتحي حسن الظن وفي نفس الوقت تتجاوزي وتتغاضي عن سوق ظنه فيك ثالث حاجة غيروا بننامج حياتكم واعملوا حاجات كديدة عشان نخلخل فكرة التوالي اللي موجود في ذهنه من سوق الظن هي تعمل كده فيعمل كده فلو عملنا انشطة جديدة وغيرنا بننامج حياتنا أظن هيبقى أحسن كتير في المسألة دي وخاصة حضرتك بتقولي انت ليكي في التربية فأعتفهمي الكلام اللي أنا بقوله ده كويس قوي معنا الأستاذ عصام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الأستاذ عصام إذنك أستاذي بخير الحمد لله الحمد لله أما طبعا أنا ما عندي السؤال لحضرتك أما عندي 72 سنة يعني لسه شاب الحمد لله الأستاذ عصام يبدو أنت مسأ يعني أتمنى على الحضارة أن الحضارة توطي التلفزيون وتسمعني التلفزيون لو سمعت حاجة أبو أوطيته خالي لا كلم كسين أنا أما بس حضرتك أنا يعني عادل التجربتي بس للناس اللي بتسمع حضرتك أصعد وأخبار حضرتك أنا طبعا أنا بقالي خمسين سنة متجوز بحمد الله وأخبار حضرتك فأول الجواز كنت بقعد مع خاطبتي كنت كاتب كتابي بقعد معها عشان أقولها إيه اللي بيزعاني وإيه اللي بيبستني فكانت دايما لما كنا بنخرج فكانت دايما بتعتبر إن أنا بنكل عليها في الخروج طيب أقول لك كنت المفروض تعمل إيه من أجايل لحضرتك أهو من أجايل لحضرتك أهو في الآخر في الآخر أنا اكتشفت حاجتين مهمين قوي إيه هما؟ إن البناء دم الأسكى هو اللي بيسطر على الموضوع وأخبر حضرتك هل في الخمسين سنة دول ما كانش بيحصل مشاكل كان بيحصل مشاكل بس دايما كنت أنا بكون أنا بنق الرسالة دي للشباب اللي لسه على موعد مع الجواز على كده المقبنين على الجواز آه المقبنين على الجواز إن لازم البناء دم يكون عنده صبر وطول ببال لإنك أنت واخذ واحدة من بيئة زي ما حضرتك قلت بالضبط من بيئة مختلفة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خاطبه الناس بقدر عقولهم طيب أنا بوجه نصيحة لكل بنت مقبلة على الزواج الرجل ما هو إلا طفل والمرأة ما هي إلا أم وعلى الأم أن تراعي طفلها للأسف يا سيادة الدكتور هنبتدي بقى في الرسالة بموجهة يلا توكل على الله أصلاً دي صنعتي فانعارف إمتى الرسالة بتبقى موجهة هتتشاط شوت يا سيدي أه 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 تفضل يا لأ أنت اللي تقول بقى أقول بقى آه طيب طيب أن البنت بعد ما بتتجوز قبل الجواز يبقى الراجل كل همه إنه يجهز بيته طيب يجهز حياته طيب خلينا يدخل على طول في الرسالة اللي أنت عايز تقولها يلا أه بعد الجواز بيبدأ بقى هو إيه خلاص هو وصل لحتة معينة فتبدأ الست تاخدوا الأمور بمحمل تاني خالص طيب لا ده هو تغير ده هو اختلف ما بترعيش البنت أو الست إن الراجل بيخرج إيش أطول النهار ويرجع آخر الليل شكرا لحضرتك يا أستاذ عصام أنا مبسوط جداً جداً إن حضرتك كنت معانا والنصائح بتاعتك مهمة يا سادة كلام السيد عصام مهم جداً في حاجتين هو قال حاجة أنا لازم أركز عليها معاكم في حاجة اسمها النضوج الجواز مش وانشط الجواز مش مرحلة واحدة بناخدها من أولة للأخيرة كده إحنا في الأول الجواز بيبقى عندنا صدام وبعد كده بعد بيبقى عندنا الخطوبة والجمال وكل واحد فينا بيتجمى بعد كده يحصل تصادم بعد كده يقول له واحد فينا بيعرف مركز الثاني في حصل تطبيع بعد كده يحصل إيه؟ يحصل إنجاز الشطرين اللي مرحلة الصدام بتعمله بسرعة وده تحصل مع الناس اللي عنده من نضوج فتعالوا نتفق إن إحنا عايزين نزود النضوج في الجواز نزود النضوج في الجوازеть عن إيه؟ نحاول نفهم بعض بسرعة ونحاول نفهم ونقدر أنا مقدر إن إنت مختلف وأنا مقدر إن إنت مختلفة بس احنا كمان بنحب ان احنا نكون مقتلفين وحريصين وعزمين ان احنا نقتلف ويبقى ده همنا فكرة السيطرة فكرة ما بحبهاش خالص في العلاقة الزوجية اللي هيسيطر الازجة من ده مش محلق مش مش مصرع مش مسألة مباراة ملاكمة اللي هيسيطر ولكن انا فاهم كلام السيد عصام بطريقة تانية انه هو عايز يقوله ايه ما تخافش على السيطرة انت لو شخص حكيم لو شخص عاقل وشخص متزن هيحصل لك يا سيد اللي انت عايزه وان البيت يكون محمي بقراتك اه بس انا ما بحبش السيطرة ان اللي هيفرض سيطرته هو اللي هيقدر يضحك على امراته لان بعد كده هي بتكتشف انه يضحك عليها وبعد كده هي بتبقى صدمة كبيرة بالنسبة لها اخر حاجة النصيحة اللي انا دايما بقولها يا سادة التفاهم عملة رائجة في كل البيوت بس ما تأخرهاش مين معانا؟ معانا السيد علاء اهلا اهلا وسائل استاذ علاء اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك عمال شير الحمد لله نعمة وفضل معليش انا كنت عاوز اقولك على حق كده نقطتين كده ارجو انك انت عطبت عليهم الضوء اه بسرعة كده اول حاجة انه حلقات السابقة اللي حاجة اتكلمت عنها بين في العلاقة الزوجية اللي بين الزوج ودكتور انت كنت اراك متحابل على الزوج دايما وكهين الزوج هو الظالم كان الزوج هو اللي متجني على امراضه دايما ده عاوز اقولك ان القضية مش قضية في القراء استاذ علاء استاذ علاء انا بحب جدا اننا بسمعني يا سيد علاء بس انت بتحمس كده يا حبيبي انا بقولك هو سيد علاء قولي فين الكلام اللي انت قلته ده عشان اقدر عشان لما تكلمني انا ممكن اوضح لك بس كل المفهوم اللي من حلقات بتاعت العلاقة الزوجية اللي حلقة تتكلم فيها يعني اصدك العلاقة الحميمة ولا العلاقة الزوجية العلاقة العام بما فيها العلاقة الحميمة ان الرجل دايما هو القبيعة مش قضية امرأة بس قبيعة قضية الزوج ايضا يعني هناك سيدات برضو تتجنع على ازواجهم بتظلمهم بتخدعهم وبتجذب ارجو انك انت تلقي الضوء على هؤلاء السيدات وكيف انه الازواج تظلوبي ايضا مع زيداتهم الحاجة التانية عام الشيخ عاوز ولك عليها انك تواجه كلمة للناس اللي هم متجردين من الاخلاق اللي بيحاولوا ان دايما يفسد الزوج على زوجته او الزوجة على زوجها علشان خطي يسيرهم الدي اللي هو التخبيب يعني مسألة التخبيب مسألة التخبيب يعني ماذا يمكن ان تقول لهؤلاء الناس الذين يفسدين الزوجة على زوجها او العكس الزوج على زوجته واجه لهم عشان يحترموا نفسهم سيد علاق هتفضل معي ولا هتقفل خليك معي طيب بص يا سيد علاق خليه بس نقول حاجة لطيفة تحبون اتكلم بجد ولا اتكلم بهزار لو عايزين اتكلم بجد بصراحة يعني الحالة اللي انت شايفها يا سيد علاق جاية من خلل في الناس الادوار الزوجية ما بين الرجل والست لما الست تفضل تشتغل برا وتشتغل جوه الست بتقول جاي فلما اجا اقول يا جماعة تعالوا نعيد ترتيب الادوار الزوجية فييجي حد يفهم ان انا بقوله على فكرة انت ظالم لا انا بقولك ارجوك التفت لي حبيبك فلما اقولك التفت لي حبيبك اللي هو بيعمل حاجات كتيرة طيب اقول لكم حاجة خلينا اكلمكم بصراحة الناس كتيرة بتشتكي اني حاسس انهم دلوقتي منجوز واحد صاحبه عارف منجوز واحد صاحبك ليه لان هي بقت في الشغل فبقت جايب ثقافة الشغل فبقت هي جايرة بعرق الشغل وجايب تعب الشغل وجايب تحكي حكايات الشغل وفي نفس الوقت بتعمل عمل البيت وفي نفس الوقت لازم تكون اجرائية وجدة وتنجز فبطالت تهتم بنفسها ما بقتش انسة هذا الضغط اللي احنا فيه ده مش محتاجين نفكر فيه بطريقة مختلفة يا سيدي انا زيك متزوج والكلام ده قبل ما بقوله بقوله لك بقوله النفسي لو انت معتبر ان احنا لما نرحم بعض ده نوع من انواع التجني لا بس انت لو رجعت هتلاقيني اتكلمت كتير عن الزوجات لما تكون الزوجة هي اللي بتكلمني بكلمها كتير عن حق الزوج انا مزعلان من كلامك يا سيد علاء لكن انا عايز اقولك حاجة واضح ان انت مضغوط فالضغط ده مش هيكون ان احنا نقول ان الزوجات برضو سيئات لا الصحيح ان احنا نقول ازاي نطلع من زوجتي احسن ما فيها ما جايز تبص للكلام اللي انا بقوله كده خلاص يا سيدي الستات دلوقتي منفعلات وغاضبات وعندهم وعصبيات نزاي نطلع احسن ما فيهن تعالى نتكلم ازاي نطلع احسن ما فيهم اذا كانت الزوجة هي الام اللي هي مسؤولة عن الاحتواء ليه بطلت تطلع حنان ما تيجي نتشارك انا وحضرتك ونطلع الحنان من الزوجة ولا انت حضرتك شايف ان احنا مش محتاجين دور المرأة انها ترجع مرة تانية انثة وترجع تاني تفتح ابواب الجمال والرحمة والخير في البيوت فلازم نفهم ده امر التاني بقى اللي بيخربه البيوت ده احنا هنعمل حاجة تانية هنعمل حلقات عن تدخل الاهل تدخل اسرة المنشأ في البيت ونعمل حلقات كمان عن تدخل الاصدقاء في البيت وكمان الاصدقاء دولا اللي هم اللي هو الطرف التالت اللي مستني يصطاد واحد من الزوجين الزواج كان الطرف ده التالت ده امرأة او كان رجل فاحنا هنتكلم عن ده وما تخفافش هنتكلم عن ده بصورة واضحة لكن انا بقولك ان هذا الكلام اللي انا بقوله مش اقصد خارس مسألة خارس لكن ده الواقع ده الواقع وانا عايز اقولك حاجة عايزين نلحق الستات قبل ما اتطأ ولو كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم معنا ويرى حنا ويرى هذا هذه المفرمة التي نحن فيها في الحياة فحضرة النبي قال لنا اتقوا الله في الضعيفين عندنا حد ضعيف محتاج مننا احنا الرعاة الرجال هم اللي بيرعوا طب واحنا احنا كمان عن نبقى ابطال لما نرعاه بتقول لي فيه صنف من الستات مش كويس الكلام للاتنين دايما الكلام للراجل وللست انهما لازم يقولوا كلام حلو ان هي لازم تقولوا كلام لازم تحسسوا ان هو بطالها زي ما هو يحسسها ان هي عمرته الاتنين لازم يقولوا لبعض كلام حلو عمرين ما تكلمنا عن حد واحد بس لان في الحقيقة اي مشكلة في الحياة الزوجية سببها الاتنين بس احنا عندنا حاجة حلوة قوي لما دايما بنتكلم عن المشكلات الزوجية بنقول ايه نحن لا نبحث عن الاسباب لكي نقف معها ولكن نبحث عن الاسباب اللي نصنع منها الحلول احنا دايما نفكر في المشكلات بالحلول عشان نقدر نكون من محل مدد الله سبحانه تعالى ومحل رحمته ومحل مودته سبحانه تعالى يا رب اجعلنا من اهل المودة والرحمة واجعل بيوتنا كلها صلاح وفتح وبركة وهنى وتفاهم وفهم وكمان محبة على الدوام يا رب العالمين اجعل بيوتنا مليانة بالتوافق ومليانة بالرضى ومليانة بالسعادة اسعدنا بنظرك الى بيوتنا يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين يا اكرم ارتبا ورحاورا اشتركيكا